وزارة التربية التونسية تقول إنها قد تضطر لتعليق أجور المعلمين لشهر كامل بعد تعثر الوصول إلى حل لأزمة التعليم الثانوي التي تسببت في تعطيل الدروس والامتحانات منذ السابع وقال كاتب عام وزارة التربية نوردين بن رجب في تصريح له إن الاقتطاع من أجور المعلمين قد يصل إلى شهر كامل مضيفا أن السبب سيكون عدم إنجاز الأساتذة للعمل الموكل إليهم وقد تضطر الدولة إلى تعليق أجورهم ولم تتوصل وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى حلول رغم عقد العديد من جلسات التفاوض بينما تصاعد التوتر لدى منظمات أولياء أمور الطلبة الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع كما قاطع أبنائهم الدروس احتجاجا على الأزمة وقرار النقابة تعليق الامتحانات وبدأ معلم قطاع التعليم الثانوي منذ نوفمبر الماضي سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بزيادات في منح مالية ووضع قانون ينظم القطاع بجانب مطالب أخرى لإصلاح التعليم وزيادة الموازنة المخصصة للمؤسسات التعليمية وكانت نقابة التعليم الثانوي قد لوحت في وقت سابق بسنة دراسية بيضاء في حال استمرت الأزمة مع الوزارة والحكومة لتعلن الأخيرة بعد ذلك عن مجلس وزاري للنظر في الأزمة كما يتوقع أن يجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي للتوصل إلى حل وتقول الحكومة أن التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي يجب أن يكون على قاعدة قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية بينما تتهم النقابة الحكومة بتقديم مقترحات هزيلة وعدم الجدية في التفاوض ترجمة نانسي قنقر